من أشهر الأمراض التي تصيب المرأة الحامل وتؤثر في صحتها وصحة الجنين سكر الحمل فما هو سكر الحمل وما هي تأثيراته الصحية وطرق علاجه؟ نتعرف على ذلك في التقرير الطبي الأسبوعية سكري الحمل هو النوع الثالث من أنواع مرض السكري وتصاب به السيدات الحوامل وعادة ما يحصل ما بين الأسبوع الرابع والعشرين والثامن والعشرين من فترة الحمل ويزول بعد الولادة حيث يرتفع السكر في الدم بسبب فقدان الخلايا قدرتها على استهلاك الكلوكوز بالشكل الصحيح ما يؤثر سلبا على صحة الأم والجنين في الحقيقة تعريف سكر الحمل هو إصابة السيدة الحامل بارتفاع مستوى السكر في الدم لأول مرة أثناء فترة الحمل نسبتها عالميا نسبة 3 إلى 10% في العالم نسبة وجود ارتفاع نسبة السكر في الدم أما في الإمارات آخر دراسات تشير إلى أن النسبة تزايدت بشكل متفاقم وصلت إلى نسبة 22% الأسباب التي تؤدي إلى إصابة السيدة بالسكر الحامل دون ثانية لا توجد هناك أسباب معروفة حقيقة بس تكون لديها عوامل تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر أو مقاومة الإنسولين في الحقيقة أثناء فترة الحمل يتوجب على جسم المرأة الحامل إفراز كمية إضافية من الأنسولين الهرمون الذي يفرزه البنكرياس لتنظيم كمية السكر في الدم ولتخزين الكميات الإضافية من السكر لتلبية احتياجات الطفل خاصة مع منتصف فترة الحمل وإذا لم يستطع جسم المرأة الحامل من أداء هذه الوظيفة ترتفع مستويات السكر في الدم وتتعرض المرأة الحامل للإصابة بسكري الحمل هناك عوامل يعني ليش هاي سيدة تصاب دون غيرها الطبيبة تلاحظ هذه العوامل منذ بداية الحمل هاي العوامل اللخصها بأنه زيادة وزن السيدة قبل الحمل أنه تكون الـ Body Mass Index عندها أكثر من 30 النقطة الثانية أنه التاريخ سابق لديها لولادة طفل كبير للحجم يكون وزنه أكثر من 4 ونص شغلة الثالثة إذا عندها عامل الوراثة العامل الرابع الذي يأثر عليه المهم عدنة اللي هي هل هي مصابة بارتفاع ضغط الدم هل هي مصابة بغدة درقية ولادة سابقة لطفل مشوه ولادة سابقة لطفل أو جنين متوفي في بطنها يؤكد الأطباء على أن وجود كمية عالية من السكر في دم المرأة الحامل يعرضها والجنين لمشاكل صحية عديدة المشكلة هنا أنه الكلوكوز هو العنصر الغذائي الوحيد اللي يعبر المشيمة بدون بوابات ما إلى موانع فإذا قد ما يرتفع مستوى السكر بالدم هيعبر للجنين فبالتالي الجنين بدي يزيد وزنه فهي تؤدي إلى عسر الولادة عسر الولادة ممكن نصطر إلى عملية قيصرية ممكن الولادة تصير بالأدوات مثلا يعني instrumental delivery بالforceps أو هؤلاء حالات تصير ممكن عندهم جرح بالعبم الترقة وكسر به أو جرح بالأعصاب اللي هي بالأعصاب الرقبة أثناء سحب الجنين ممكن نقول شولدر بالسوشي أنه يعصى تشتف ما رح يطلع فبالتالي نصطر إلى عمليات قيصرية هي تكون سابقا عند هولادات طبيعية إذا تم تشخيص إصابة المرأة الحامل بالسكري فلابد إذن من تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة للسيطرة على الحالة أثناء فترة الحمل ولتجنب مضعفات سكري الحمل أثناء الولادة إن المتابعة المستمرة والكشف المبكر للإصابة عن سكري الحمل تساعد كثيرا في التغلب على المضعفات التي يمكن أن تلحق بالحامل وبجنينها التقرير الطبي لأخبار الدار